اهلا وسهلا بكم اصدقائي في فيديو جديد مع الى النهاردة لعبة فيف 2018 للتحميل اهوريكم ازاي نحملها وانسا طبعا وانشغلها على جهاز الكمبيوتر بدون مشاكل ان شاء الله اللعبة نزلة يعني مكركة طبعا نزلها كراك من فريق اه قدر يكرك اللعبة وطبعا بقت مجاني بشكل كامل تقدر تلعبها وتحملها عندك بدون ما تدفع اي مصاريف او اي فلوس خالص طبعا اللعبة نزلة كاملة تقدر تلعبها بكل مميزاتها بدون اي مشاكل اه طبعا اللعبة اه يعني فيها اه التعليق عربي والقائم اه وكل حاجة فيها عربي حتى اه قصة اه اللي هي بتاعت قرد القصة بتاعت مشوار الاحتراف بتاع الكس هانتر اه تقدر تلعبها مودابلاجة بالعربي يعني تقدر تسمحها بالدبلاج العربي وكمان اه يعني كل حاجة فيها عربي وتعليق عربي وكل حاجة عربي ان شاء الله اه انا جبتلكم نسخة انا شخصيا حملتها واستخدمتها يعني انا مجربها شخصيا قبل ما ارفعها لكم وحملتها عندي واحد وتلاتين جيجا وجربتها وشفت المميزات اللي فيها كلها وبعدين كده جبتها لكم عشان تحملوها واقول لكم ازاي تتحملوها وتسطبها بدون اي مشاكل اه طبعا نسخة اه مجانية زي ما قصتلكم كاملة مفيش اي مشاكل فيها اه نشوف دلوقتي المميزات من جوة دي القوائم من جوة اللعبة وانشوف دلوقتي ادي شاشة البداية بتاعة اللعبة جربتوا مشوارة الاحتراف لقيتم دبلاج وكل حاجة عربي نتأكد برضو اكيد لكم ان هي اه القوائم العربي طبعا ملف كده بتحملو بيحول اللعبة عندك عربي قوائم وتعليق وكل حاجة هي قوائم مفروض بتنزل عربي لوحدها ولكن اه التعليق اه بنركبو من خلال ملف فاقول لكم برضو ازاي نحملو وازاي اه طبعا هنا اه زي ما احنا شايفين المميزات اللعبة مفتوحة بكل ما في كل المميزات بتاعتها ادي التعليق عربي ومشورة الاحتراف بتاع اليكس هونتر كمان عربي اه بترجمة عربي ودبلاج يعني هتلاقي اللعبين بيتكلموا بلغة عربي والحوارات اللي بتحصل بينهم عربية ودي حاجة جميلة جدا من فيفا 18 دي هذا الموسم ولكن ما قدروش تهنوا لان اللعبة تكركت في نفس اليوم اللي نزل فيه دي حاجة بصراحة كانت مفاجأة للجميع يعني ان اللعبة تتكرك في نفس اليوم دي حاجة غير متوقعة لان فيفا 17 اخدت تقريبا تسع او 10 شهور عشان تتكرك وكمان فيفا 16 دي ما لهاش كراكات نهائي اه يعني اللعبة اه الحماية القوية اللي كانت عاملها اه بقت ضمرت يعني وقدرو يكركوها فريق اه طبعا اللي قدر يكرك فيفا 17 هو هو الفريق اللي كرك فيفا 18 المهم تعالوا نشوف كده اه اللي اوريكم برضو ان اللعبة يعني اكيد لكم ان اللعبة كاملة ودي كل الفرق مفتوحة وكل حاجة فيها والدوريات وكل حاجة مفتوحة في اللعبة اه طبعا ما عنديش نهائي نهائي خالص على الجهاز يعني ما اشترتهاش اساسا ولا بفكر ان انا اشتري اه علعاب اساسا عمري في حياتي مشترت لعبة اه ويعني في حياتي بجد مشترتش لعبة قبل كده دايما بحمل الكراكات ودي اللعبة قدامكم كاملة بكل مميزاتها وكل حاجة مفتوحة فيها مجانا اه هتحملها بس وتفك الضغط وتسطب هتلاقي اشتغلت معاك بدون اي مشاكله برضو هوريكم ازاي تعملوا كده وازاي تحملوا وتسطبوا ولكن تابعوا معايا لاخر الفيديو بشكركم بجد على التعليقات الجميلة محافزة منكم ويريت بقى اعجاب لي الفيديو كده من القلب واشتراك في القناة لو كنت اول مرة بتشوفنا او كنت غير مشترك ويلا بينا على بركة الله شرح طريقة التحميل والتشغيل في آآ لعبة فيفا الفين ١٨ على الكمبيوتر شرح طريقة التحميل والتشغيل على الكمبيوتر عندك طبعا هنا الموقع ده زي ما انتم شايفينه في الصفحة دي فيها طريق فيها روابط التحميل بتاعة اللعبة هسأل لكم روابط بتاعها تحت الفيديو اللي انت بتشوفني منه هتلاقي روابط التحميل هتضغط ليه هيحولك للصفحة دي تمام متنساش تعمل اعجاب لصفحتنا على فيسبوك عشان تتابع الجديد دايما لان اي حاجة جديدة بنزلها اول حاجة على صفحتنا على فيسبوك تمام فهنا ننزل تحت في الاخر الصفحة هتلاقي يعني صور متطلبات هنا تأكد ان متطلبات تشغيل جهازك هيقدر ان يشغل اللعبة ولا لا آآ يعني دي دي متطلبات تشغيل اللعبة فتأكد ان جهازك متوافق مع الطلبات آآ او لو جهازك قل من المتطلبات دي فبالتالي مش هيقدر يشغل اللعبة تمام او لو اكتر هيشغل ان شاء الله طبعا هنا عندنا صور من اللعبة وعندنا هنا رابط تقدر تحملها من برنامج التورنت ولكن ما ما نصحكش بده آآ لان التورنت بطيء جدا وياخد وقت طويل معك فالافضل انت هتحملها اجزاء مؤسمة زي كده مؤسمه لك لواحد جيجا لكل جزء هتحمل الواحد وتلاتين جزء تمام كده وهتحمل بعدين كده التعليق العربي والدبلاجة اللي هو بتاع قصة آلكس هانتر فطبعا لازم تحمل التعليق العربي ويعني آآ يعني مطلوب منك بس تحمل الواحد وتلاتين جزء دول آآ كل جزء واحد جيجا والتعليق العربي اللي هو ده تمام طريقة التحميل يا شباب سهلة جدا ان شاء الله ولكن تركز معايا كده اولا الطريقة التحميل هي هي سبتة في كل حاجة هتحملها عندي في الموقع هي هي بنفس الطريقة دي اللي انا هشرحها دلوقتي يعني هشرح لكم مثال على الجزء الاول وبعدين كده بان تكمل حمل بقية الاجزاء بنفس الطريقة اللي انا هشرحها واوضحها دلوقتي هنا عندي الجزء الاول هضغط على الجزء الاول كده آآ مثلا انا هحمل الجزء الاول فهضغط على الجزء الاول وبعدين كده هفتح لي صفحة زي دي هضغط على آآ علامة ديل في النص وبعدين هضغط على كليك تو اللي هي بالنولة زرعة ده هيحاول لي بعدين كده لي صفحة زي دي كده وفي سواني بتعدى هستنى السواني دي تخلص عد. وبعدين هضغط على ماليش دعو بالصفحة ده كلها حاجات اعلانات. هضغط على بعد ما هضغط على هيحولني ليه صفحة زي دي. هضغط على وبعدين هيفتح لي صفحة زي ما احنا شايفين كده صفحة الفوق دي. اه لو جاب لك تحميل او اي حاجة زي كده اقفلها. ده مش تحميل. تمام? اقفلها وبعدين اقفل الصفحة الاعلانية اللي فوق دي. تمام? وبعدين كده ارجع تاني هتلاقي كلمة ما تعملش اي حاجة غير الخطوات اللي انا بقولها دي. تمام? يعني ما تضغطش على اي حاجة غير اللي انا بقول عليه. اضغط على وبعدين كده اضغط على اللي هي باللون لا زرعة. هيحاولك بعدين كده ليه صفحة التحميل اللي هي موقع ده اللي هو فيه ملف بتاع التحميل. هستنى هنا هلاقي سويني بتاعده وبعدين هيدغط. اقول لي الكلمة اللي في النص دي. هضغط عليها. هيفتح لي صفحة علانية. هضغط تاني. هيفتح لي صفحة علانية تاني. هضغط ثالث وبعدين كده هيفتح للصفحة علانية زي كده هقفلها انا عارف ان الالانات بتبقى مزعجة ولكن ده من الموقع والله مش مني يعني الالانات اللي انت شايفها دلوقتي من موقع بتاع رفع اللي هو الابلود المهم هتضغط تاني برضو على فري داونلود هتلاقي في الاخر فتح لك هتفضل تضغط لحد ما يفتح لك الوجهة بتاعت التحميل بعدين كده هتضغط بدء التحميل وتكمل تحميل نفس الكلام هتعيده مع باقية الاجزاء هتحمل الواحد وتلاتين جزء بنفس الطريقة دي وهتحمل التعليق العربي معهم بعد ما اتحملهم تعالى بقى اقول لك هنعمل ايه بعد ما اتحملهم طبعا بيبقوا بالشكل ده بالزبط انا خلص حملتهم كده وبيبقوا مضغوطين بالشكل ده بالزبط عندك الواحد وتلاتين جزء لازم تحملهم زي كده بالزبط ما ينفعش ينقص جزء فيهم ولا اي جزء فيهم ينفع ينقص لازم واحد وتلاتين جزء زي كده بالزبط اللي هم الملفات المضغوطة. تمام? تمام. لازم كمان يبقوا بنفس الاسم كده زير واحد زيرو اتنين زيرو تلاية. لو في فاصل او اي رقم زيادة يبقى كده في مشكلة لازم تعدله. لازم تعدل الاسم بتاعه وتشيل الفاصل. طب الفاصل ده بيبقى ازاي ايه يعني كده? او ريجي دلوقتي. مسلا انا عندي مسلا هنا حملت جيت احمل الجزء الاخير. شايفين هنا تحت خالص شايفين الفاصل اللي بين الواحد والاتنين ده. ده كده معناه فيه لازم اعدل بقى. هنا الجزء الاول اللي انا كنت هعمل تجربة عليه دلوقتي وانا انا احمله. لازم اشيل بقى اعدل وغير الاسم بتاع السالب اتنين دي اللي هي في النص دي. اغيرها وخليها اه الواحد بس. يعني لازم يبقوا بنفس الاسم ده بالضبط. ومن غير فاصل خالص. تمام? تمام. طيب بعدين كده هابتدأ بقى فك الضغط. هاقف على الجزء الاول وبعدين هضغط على وهيبتدي هنا يقول لي اه مطلوب منك باسورد فك الضغط. هسيب لكم بتاع فك الضغط ده برضو تحت الفيديو في الشرح بتاع الفيديو. الفيديو اللي انت بتشوفني من دلوقتي. مع روبط التحميل يعني هسيب لك الباسورد بتاع فك الضغط. الباسورد بيبقى بالشكل ده بالزبط. تمام اهو بالشكل ده كده. هتاخدوا كوبي. هتاخدوا كوبي. وبعدين كده هترجع تاني تروح هامله بس هنا وبعدين ضغط اوكي. هتلاقي هنا بيقول لك اه يعني ماشي. هتلاقي هنا ببتدي فك الضغط. هتسيبه خالص بقى ياخد زي ما ياخد. ممكن ياخد خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة. المهم هتسيبه خالص يفك الضغط. تمام? بعد ما يخلص خالص معك. رجلك فولدر اصفر زي ده كده. هتفتحه. وبعدين كده هتلاقي جواه برضو ملفات مضغوطة تاني. هتلاقي جواه برضو ملفات مضغوطة تاني. زي ما زي اللي احنا شايفينها كده وملفات كتير جدا. المهمة ما ليش دعوا بكل الحاجات دي? انا ليه دعوا ان انا هفك ضغط الملفات دي. تمام? فبعدين كده هقف على اي جزء فيهم مش لازم اي جزء فيهم. تمام? وبعدين كده هضغط على تاني. هفك الضغط بتاعهم تاني. وهستنى بقى ممكن ياخد وقت شوية ده عن الاول. يعني ممكن ده لو التاني كان خمس دقائق ممكن ده ياخد عشر دقائق. يعني كده يعني على حسب سرعة المعالج عندك. ولا حسب امكانيات جهازة. المهمة هتسيبه خالص برضو يفك ضغط. وهستنى الحياة الدماء يخرج لبعدين كده ملف مضغوط زي ده كده بالزبط. لو جاب لك مشكلة ان انت وبتيجي تفك ضغط مسلا اللعبة اللي هي بتاعت ملف الايزو دابل زيت لما بتيجي تفك الضغط بتاعه. ممكن تلاقي مشكلة كده بتجي بتجتلي هي مرة. اه انا بفك الضغط اه حصلت معايا. فبالتالي حلتها بحل اللي بسيط كده. عملته ولاقيت اللعبة اه كملت معايا فك ضغط. ممكن تجي لك انت تلاقي انت بتفك الضغط يقول لك ما فيش مساحة عندك كافية او حاجة زي كده. فالحل ان انت بتفتح اي اي ملف فيهم اي واحد فيهم اي جزء فيهم تفتحه. بدين تدخل على وبعدين لو اول خيار ده. اه اللي هي دي تمام? وبعدين تضغط على الخيار ده وتحدد تاني غير السي لانه ممكن السي يكون عندك مساحة قليلة. فبالتالي مش قابل انه يفك الضغط معاك. فالافضل ان انت اه تحدد ملف من من دول اللي يكون في مساحة كبيرة عفوضة يعني. تمام? وتأكد ما الموضوع المساحة ده مهم جدا. عشان ممكن تيجي انت بتفك الضغط اللعبة لان حجمها كبير. فممكن تكون مش واخد بالك للناس كتير جدا بتسألني السؤال ده. فبعدين بتحدد اي وتضغط اوكي وبعدين اوكي. مهم تغير ملف السي بس تمام كده. تمام? ملف زي كده اللي هو ستوب فيفا تمنتاشر زي ده كده بالظبط. تمام? هفتحه. انا طبعا لو لو عندي آآ تمانية او ويندوز عشرة هيفتح معي على طول. طيب لو عندي مش كده. لو عندي مسلا مش ويندوز عشرة او ويندوز تمانية. هقول لك على طريقة الوقتي. لو انت لو انت مسلا فقول لك على طريقة الوقتي من خلالها بتقدر تفك ضغط الملف. هتحمل برنامج باور عايزو. لو البرنامج ده مش موجود عندك قبل كده هتحمله اللي هو برنامج باور عايزو. تمام? انا طبعا انا وقدش مسطابه قبل كده ولكن هسطابه دلوقتي المهم هتحمله وبعدين تثبته هتبحس على آآ في جوجل عندك على برنامج باور عايزو وبعدين تحمله وتسطابه هتلاقي الموقع بتاعه واول موقع يزهر لك هتلاقي بالاسم ده كده بالظبط. هتحمله وتسطابه تسطيبه عادي سهل جدا تضغط لو مش موجود عندك قبل كده يعني هو مهم جدا البرنامج ده لانه بيفك ضغط الملفات المضغوطة اللي هي بتبقى مضغوطة عايزو. فانت لو غاوي العاب وتحميله وكده فهتحتاجه ضروري. ده لو الويندوز عندك مش ويندوز تمانية او عشرة. طب لو الويندوز عندك مسلا آآ ويندوز سيفين فهتحتاج ان انت تستخدم البرنامج ده اللي انا بقول عليه اللي هو باور عايزو وتحمله وتسطابه عندك. تمام? كلامي اعتقد واضح وهي تماميا. آآ هتلاقي دي بعدين كده زهر عندك باللون لا صفر ده. فكل مطلوب منك عشان تفتحه هتروح تضغط على كلمة باور عايزو دي. وبعدين تعمل آآ ست آآ ست نومبر اوف درايفر تضغط ون. هنا طبعا الرسالة دي مش هتجي لك. هتجي لك بعدين كده آآ اللي هو خلاص بقى ست درايفر بعدين كده. طبعا عشان لسه مصبق ستطابه لازم هنا ترستر الجهاز. يعني لو انت لسه مصبق بالبرنامج بتاع باور عايزو. وانت عندك لازم ترستر الجهاز وتفتحه تاني وتعمل نفس الخطوة دي تاني. تعيدها تروح عامل كده وتروح واقف هنا. وبعدين آآ ضغط على آآ ست آآ نومبر اللي هي دي. وتضغط على درايفر آآ اي درايفر فيهم. المهم هتضغط عليه وبعدين مش هيجيبلك الرسالة دي. بعدين هترجع على الماي كمبيوتر. تفتح ماي كمبيوتر. هتلاقي بعدين كده اللعبة موجودة عندك زي كده بالزبط. تمام? هفتحها وبعدين كده هتلاقي جواها ملف آآ بتاع فيفا تومنت وعشرة. هفتح الملف ده. الزبط. آآ هتستنى بس شوية الوجهة تفتح. وبعدين كده هيجيبلك هنا طبعا دي حاجات معروفة يعني آآ تسطيب بتاعها صح. هضغط وبعدين هنا بختار مكان اللعبة اللي انا عايز اللعبة تبقى موجودة في. آآ هضغط هنا وبعدين كده هضغط على آآ الدي. الدي او اي اي خليها في اي مكان بس غير السي لان مساحة اللعبة كبيرة فما نفعش سطبه على السي وكمان عشان لو غيرتون. فخليها في اي تاني غير السي. آآ خليها في اي توقف على كده وبعدين تضغط اوكي وبعدين تضغط نكست وانستول. هنا هسيب العلامات دي خليها زي ما اياه كده يعني يفضل ان انت تسطب البرامج دي اللي هو بيقول لك سطبها. في الاخير هيقول لك سطبها وبتستنى لحد ما سطب. مهمة بتضغط نكست وتستنى بعيد لحد ما يخلص خالص. طبعا آآ مزت النسخة دي اللي هي مش هتاخد معاك وقت في التسطيب لانها مش مضغوطة قوي. يعني مش زي النسخة الفيتجر اللي هي بتبقى مضغوطة قوي. دي نسخة واحد تلاتين جيجا نسخة مزبوطة. آآ ان هي تسطب بسرعة. معاش هتاخد وقت معاك بالكتير عشر او ربع ساعة. بالكتير اوي عشر دقيقة او ربع ساعة وهتلاقيها سطبت معاك. بعد ما اللعبة خلاص يعني على وشك نهاية خلص تسطيب خلاص خلصت تسطيب اللعبة هنا. طبعا انا استنيت لحد ما خلصت خلص وبأكد لكم ان اللعبة تشغلها تمام. هنا هتطلب منك برامج ان تسطبها يعني بعد ما بيخلص تسطيب. البرامج دي مهمة جدا في تشغيل اللعبة. طبعا الايقونة بتاعة اللعبة ظهرت اهي. آآ وبعدين كده هنا في برامج طبعا هيطلب ان هنا اصطبها. البرامج دي مهمة جدا لو مش موجودة عندك في الجهاز. هيطلب ان ان تسطيبها. لو موجودة عندك مش هيجيب لك حاجة زي كده. انا طبعا موجودة عندي قبل كده وستة بطاعة. فبالتالي ما جابعيش. خلاص انا كده اللعبة عندي هي نزلت الايقونة بتاعتها. آآ هروح داخل بقى على الملفات بتاعتها وبعدين كده روح داخل على الملفات بتاعت اللعبة واروح بعدين كده ايه? جايب بقى ملفات التعليق. التعليق العربي اللي احنا حمي الله. ادي التعليق اهو هروح فتحه كده. وبعدين كده هاخد الملفات اللي جوه التعليق افتحه زي كده. وبعدين كده اخد ملفات بقى اللي هي بتاعت التعليق اللي احنا حمي الله. والتعليق العربي زي ما قلتلكم بيبقى في اول الموضوع. بعدين اسحابه وانقلوا ليه فولدر اللعبة. انقلوا ليه الملفات بتاعت اللعبة في الفولدر بتاعها. استرنا بعدين كده لحد دي ما يخلص خالص وبكده بقى انا ركبت التعليق وحملت اللقبة. طبعا مش محتاج كراك ولا محتاج اي حاجة اللقبة نزلة مكراكة جاهزة. مش محتاج منها غير ان انت تشغل وتعيش. وكده يعني اه انتهى فيديو بتاعنا. ولكن قبل ما نهي الحلقة اوريكم ازاي اوريكم ان اللقبة شغالة. وبعدين كده يعني بقى كده اه ننهي الحلقة. اه طبعا هنا بتدخل على فالس طب وتبتدي بقى تزبط الاعدادة الشاشة عندك. شوف بقى بتاعك عايز يبقى ازاي. اه انا بفضل انت تخلي كل حاجة اقطه في بتاعها عشان مع يعني يزبط حسب اعدادات جهازك. يدي لك يعني الاداء الكويس على حسب اعدادات جهازك. اه طبعا اه اشغل اللعبة دلوقتي واشوف اه اعمل كده. مفروض هو ممكن تشغلها عادي من الايقونة اللي برة دي. تضغط عليها مرتين كده. وهاتبعدين كده هتفتح معك. ادي اللعبة شغالة اهي وطبعا ما عنديش خالص وما عنديش اساسا البرنامج بتاع الارجن مش مصطوبة اساسا اللي هو بتاع اللعبة ويعني كده معناها ان هي اللعبة شغالة بالكراك وبدون اي مشاكل. نفتح كده ونشوف اه القوائم. مش عايزة تفتح. تقريبا بسبب البرنامج اللي انا بسجل بيه فمش قابل ان اللعبة تفتح لان انا مسغر الوجهة والبرنامج اللي انا بسجل بيه طبعا ما بيقبلش انه ان هو يسجل الالعاب. فالمهم ان اللعبة شغالة اهي وطبعا وريتها لكم في اول الفيديو وصارت بعد المميزات. وبكلا بعد انتهت حلقتنا النهاردة. بشكركم بجد على حسن مشاهدة ولما تابعه. وتحياتي واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.